بدأت الحكومة الموقرة في اتخاذ إجراءات وخطوات هامة للتعامل الفاعل مع تبعات تذبذ بأسعار النفط بصيغة تحافظ على استدامة المكتسبات التنموية وثبات مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ولذلك اتخذت اللجنة التنسيقية قرارا بتشكيل ست فرق عمل حكومية تعمل على خفض المصرفات المتكررة من خلال تقديم توصيتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والضبط الإنفاق في الأول من ديسمبر تمهيدا لرفعها لللجنة التنسيقية عملت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تحديد عدة خطوات هامة للتعامل الفاعل مع تبعات تذبذ بأسعار النفط بصيغة تحافظ على استدامة المكتسبات التنموية وثبات مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وفي هذا السياق بدأت الحكومة بنفسها في اتخاذ إجراءات وخطوات هامة منها خفض الصرف إدراكا لمسؤوليتها حيال المتغيرات الاقتصادية وتكريس سياسات عمل مستدامة الأثر تصون مصالح الوطن والمواطن وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقد في الأول من أكتوبر الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتخذت اللجنة قرارا بتشكيل ست فرق عمل حكومية معنية بخفض المصروفات المتكررة والتي ستساهم في خفض تلك المصروفات وهي كالآتي فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية برئاسة وزير شؤون الأعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية وفريق معني بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة تذالاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بدأناها المهمة في حصر المباني المستغلة من الجهات الحكومية ورصد المساحات وعدد الموظفين المقيمين في هذه المباني والقصد هو الحصول على رقم نهائي بعدد الموظفين والمساحات المستغلة للوقوف على ما هو مدى المصروفات اللي ندفعها بالنسبة للموظف في كل دائرة وبدأنا في هذه المأمورية وحصرنا جميع المباني الحكومية المستغلة وحطناها في جدول اللي تبين المبالغ المدفوعة بالنسبة لكل موظف ولكل متر مربع مستغل في نهاية المطاف رح نقدم تقريرنا النهائي لللجنة وجزء من التقرير رح نقوم بزيارات ميدانية عشان نطلع على الواقع بمدى استغلال المساحات الموجودة في هذه المباني وإذا أمكن استغلال بعض المباني لدمج أكثر من جهة حكومية أو إدارة في نفس الوزارة في نفس المبنى والقصد في نهاية المطاف هو تقليص المصروفات سواء بتقليل المساحات المؤجرة أو باستثمار المساحات بصورة أفضل بتسكين عدد موظفين أكبر فيها ومنذ تشكيلها باشرت الفرق عملها فورا وعقدت سلسلة اجتماعات ركزت فيها على المصروفات المتعلقة بالقطاعات الموزعة على الفرق الست في إطار مهام فرق العمل التي تهدف للتوصل إلى حلول تحقق خفض المصروفات بفاعلية بصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات المتحققة وتم تواصل الفرق مع المعنيين في إدارات وإجهزة الدولة ومؤسساتها لجمع المعلومات اللازمة التي تسهم في الخروج بأفضل التوصيات لتقليص المصروفات المتكررة واتخذت الفرق إجراءاتها في تشكيل لجان عمل فرعية وعقد الاجتماعات المتصلة وتنظيم ورش العمل وبحث إمكانية الاستفادة من عدد من النماذج والممارسات الدولية المتبعة في مجال خفض النفقات في بعض القطاعات وسيتم تقديم خلاصة عمل كل فريق في تقارير مع نهاية شهر ديسمبر المقبل تقدم للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تمهيداً لرفعها للجنة التنسيقية وتشتمل تقارير الفرق على أبرز التوصيات وأهم المخرجات مع بيان حجم مصروفات كل جهة وكيفية التعامل مع آليات التقليص لكل منها على حدة إضافة إلى المقترحات والتوصيات التي تصب في صالح خفض المصروفات